النهاردة يكون معدنا مع مباراة مهمة هتجمع بين فريق الأهلي وفريق كايزر تشيفز 90 دقيقة هتفصل الأهلي عن اللقب العاشر في البطولة المحببة لجمهوره هالمسلماني هيكرر سيناريو مانيول جوزيفة 2006 و2007 مين الأقوى فنياً الأهلي صاحب البطولات التسعة ولا كايزر تشيفز اللي عنده أمال وطموحات في الحصول على اللقب لأول مرة تفاصيل أكتر عن المباراة هنتعرف عليها من ضفنة الأستاذ محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي صباح الخير صباح الخير بسنة هينما صباح الخير أستاذ أحمد صباح الخير على كل المشاهد صباح الخير يا مصريين أما كانوا طبعاً أهلاً بيك النهاردة يعني مطش مهم جداً مصريين كلهم عادين بيتفرجوا عليه ومستنينه 90 دقيقة مباراة طبعاً ساخنة جداً ما بين الأهلي وكايزر تشيفز هل الأهلي هيقدر يحافظ على البطولة العشرة ويعني ولا إيه انت شايف الدنيا كده تبعاً نزاياً بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد كلنا نتمنى أنه النهاردة هو الأهلي الأول والأولى وكمان أولاً يعني هو بيمثل الكرة المصرية لأنه في الأول وفي الآخر بيقال أنه فريق من مصر صحيح نحو المباراة الهائية لكن المباراة الهائية في حد ذاتها لها ضابع مختلف أبعاد مختلف بالتأكيد بشكله بأخر كايزر تشيفز هذا الفريق الجنوب أفريقي الغريم للنادي الأهلي لو لم يكن فريق جيد صحيح في بعض العشوائية في الأداء التيكتيكي بالنسبة له أو مش فريق متمرس على الوصول للمباراة الهائية أو النهاء يصل ليه في المسيرة الاحترافية مع الكرة الأفريقية بالنسبة لهذا الفريق لكن يبقى فريق وصل للمباراة الهائية ومن ثم لديه نقاط قوة كثيرة جدا من الممكن أن تستغل في هذه المباراة إن لم يكن النادي الأهلي عمل الديسكاوتنج العالي على فريق كايزر تشيفز وأعتقد أنه بيتسو مسماني الجنوب أفريقي المدير الفني للنادي الأهلي والجهاز المعاون واللعابين في حالة التركيز السايكولوجية مهمة أوه في هذه المباراة إن يبقى عندك الثقة والثقة لعى الأرض الملعب إن أنت مش بس كبير وإن أنت حامل اللقب وإن أنت أكثر من من توج بهذه البطولة بتسعة ألقاب وده فريق أول مرة يا سنة المباراة هائية في دور الأبطال يكون عندك القدرة إن أنت تتحكم في ده إنه أحترم الغريم وألعب على الأطر التكتكية بدون غلطة على الشعر المباراة دي على التفاصيل الصغيرة لو غلطة بسيطة ممكن تكلفة كتير جدا في هذه المباراة يعني السيد محمد عاوز أعرف منك بكل المعايير والمعطيات اللي أنت بتقولها دي شايف مسيماني محتاج اللي هو يلعب خطة دفاعية ولا هجومية في مثل هذه المباراة يجب أن يكون هناك توازن الإقاع الرتمي الموجود على الأرض ملعب نص الملعب دور مهم جدا في هذه المباراة لأنه اللي يتحكم في إقاع اللعب على الأرض ملعب نص الملعب دايما فريق كايزر تشيفز بقيادة الإسكتلاندي البريطاني سيوارد باكستر بيلعب دايما على ترك الاستحواز للفريق الغريم والعمل على هجم المرتدة وعنده بعض العناصر اللي ممكن تخلص سواء كان سرعات أو مع الهجم المرتدة بيميل على جنب من الأجناب مع سرعة اللعبين اللي بيقطعوا فيما بين سرد بكات أو قلبي يدفع الفريق الغريم سواء كان الناد لأهلي أو أي فريق واجهوا فيه البطولة علشان تبقى فيها عرضية خطيرة لأنه عنده موجودين لفن توجيه دربات رأسية التكتيك ذكي هو بيلعبها تكتيكية ذكية لكن عليك أن أنت تبطل هذا الاسلوب عن طريق نص الملعب سورسز المصادر أنه تأفل نقل الكورة من التلت الدفاع للتلت الهجومي بالشكل السريع اللي هم بيعملوه يقدر الناد لأهلي طبعاً يقدر لو قدر أن هو يتحكم في نص الملعب أعتقد النهاردة أليو ديانج مش حمدي فتحي اللي ممكن ياخد دور في التشكيلة بتاعة الناد لأهلي دور مهم جداً لأنه محتاج سرعة محتاج لعب يكون معطل لهجمة الغريم وفي نفس الوقت يكون عنده قدرة بدنية تتعامل مع قدرات لعب يوكايزر تيز عمر السولية لا خلاف عليه وأعتقد أنه النهاردة على سبيل المثال ممكن مش أيمن أشرف كل الناس بتقول أنه أيمن أشرف بترجع أيمن أشرف وكمان أيمن أشرف وجوده كلعب بيقدر يستلم ويستلم الكورة بشكل جيد لأنه الأهلي بيبدأ الهجم على الأرض مش بيطلع كورة من تحت الفوق شكل سريع أيمن كمان بيغطي على المعلوم مع انطلاقاته السريعة في الجهة اليسرى فلعب بيسنده لأنه أيمن بيجيد اللعبة في الجهة اليسرى وتأخيرت اللي بلعب في الباكة الميسا وقام محمد هاني وأكرم توفيق علشان مبقاش فيه اثنين طلعين طبعا من الأطراف يبقى فيه مسحق بيضم كسر باكتالة أكرم توفيق هكذا يعني لكن أنا شايف أن ياسر إبراهيم نهاردة ممكن يكون لي دور لأنه على أيمن أشرف على أيمن أشرف لسبب بسيط لأنه الرجل السربي ناركوفيتش رجل يجيد التعامل مع ضربات رأسية ياسر إبراهيم يجيد التعامل في مثل هذه المواقف البنية الجسمانية والكرات العرضية وأنك تقدر أن أنت تطلع برأسك أيمن أشرف قصير القامة نسبيا تفصيل صغيرة زيدي ممكن تفرق في عرضيات الكورة الطويلة يبقى فيها مشكلة عنده بالضبط صحيح أيمن بيعرف يتعامل لكن الكورات العرضية من على الأطراف الدربات الهكنية أيمن قد يكون لدي عيوب صغيرة جدا ممكن تفرق فيه طول القامة والارتقاء الأعلى ومن ثم يبقى فيه مشكلة للنادي الأهلي قد يبدأ بياسر إبراهيم وياسر إبراهيم كمان تطور في السرعات بشكل كبير في المباراة الأخيرة تبعناه حتى مش لازم يبقى أنت عندك أيمن أشرف هو الأساسي في كل مرة لازم كمان يكون البديل على ذات الكفاءة واعتقد النادي الأهلي كل اللاعبين اللي موجودين سواء كانوا بلعبك أساسين أو بودلاء مش يمش شكل حلو أو كمان الروتيشن اللي بتعمل في المباراة سواء كان في دوريا أو أفريقيا عمل حالة في نادي الأهلي طيب إحنا شخنا محمد مجدي أفشا ومحمد شريف الفترة اللي فاتت بيقدموا مستويات عالية قوي في اللعب يعني تقدر تشوف موسيماني ازاي يقدر يستخدمهم في الملعب النهاردة عشان يحقق بيهم يعني الفوز لو نقدر نقول محمد مجدي أفشا هذا خلاف علي رجل متطور بشكل كبير جدا صنع لعب من طراز محترم جدا هو اللي بيخدم على الأداء اللجومي بشكل إيجابي انه يلعب بأربعة تلاتة تلاتة ومشتقاتها على الأرض اللي ملعب النهاردة هيبقى دور محمد مجدي أفشا مؤثر لو لعب بأربعة عفوا لو لعب بأربعة اتنين تلاتة واحد انه يكون دور مجدي أفشا مؤثر جدا في صناعة اللعب لو لعب بأربعة تلاتة تلاتة محمد مجدي أفشا لو لعب أو ابتدى مبارا في هذه الطريقة هيتطرف على طرف من الأطراف وهو بيفقد قوته لما يكون على طرف من الأطراف سواء يمين أو شمال ومن ثم وجود اتنين ارتكاز عليو ديانج وعمر السولية في وجود أعلي معلول أرجح ياسر إبراهيم بدر بنون أكرم توفيق هو المتقلق في الجهة اليوم أعتقد سيستقر عليه بيتسو موسماني في الجهة اليوم قولنا السولية وديانج وممكن طهر محمد طهر بعد العودة من الإصابة والمشاكل أعتقد أنه مؤثر بشكل أو بخر كجناح طير مع طبعا تقلق حسين الشاحات في الفترة الأخيرة ومحمد مجدي أفشا كلعب مركز عشرة أو على كوس مطيطة جزاء الغريم مؤثر جدا فيه اللمسة اللي توصل اللعب محمد شريف للمرمى بشكل مباشر دور مؤثر دور مهم الربط وتفاهم الانسجام الهارموني اللي بيكون موجود كايزر تشيرز عامدو عيب أنه أي قورة من الاختراقات لو كان فرصا إحنا كنا نجيب حالات حتى كنا جبناها كتيرة جدا في مبارايات دوري في جنوب أفريقيا أو في دوري أبطال أفريقيا مشكلة أنه لو فيه تفاهم والانسجام والربط الكورات اللي هي زي تيكتكة بتاعة برشلونة واحدة اتنين من على حدود مطيطة الجزاء اختراق خلاص هم بيسقطوا في مثل هذه الأمور ومن ثم النادي الأهلي عنده الميزة دي فكرة التفاهم والانسجام والربط والكورات الصغيرة اللي ممكن تضرب أي دفاع المهاردة لو استغلت بشكل إيجابي مع هدف مبكر محمد شريف وقفشة وكل اللاعبين هيحتفلوا بإذن الله بالتفاق طيب بس كايزر تشيفز برضو المتابع لي خلال البطولة هيلا أنه دايما بيعتمد على المهاجم الصربي عنده سامير نوركوفيتش في الهجمات تحديدا إزاي يقدر موسيماني أو النادي الأهلي بكل فريق ككل يوقفوا هجمات يعني هذا المهاجب بشكل عام فيه اتنين بيرنر باركر ومنياما نجمعنا منياما الاتنين دول هما اللي بقدروا ينقلوا الهجمة في نص ملعب فريق نادي كايزر تشيفز دايما هما بيلعبوا خمسة ثلاثة اتنين يعني بيلعبوا لأداء الدفاعية وزي ما قلنا هما بيتركوا الاستحواز لأي فريق ثم من بعد ذلك يدفعوا اكتر ياخدوا كرة ويعملوا النقلة السريعة النقلة السريعة دي في انطلاقة ليناردو كاسترو اللعب الكولومبي مع سربي ناركوفيش اللي بيخدم عليهم السورس المصدر بقى اللي بيطلع الكرة بالشكل الإيجابي بيرنرد باركر ومنياما الاتنين دوليين من جنوب أفريقيا تقال جدا بيقدروا انهم ينقلوا كرة بشكل متقن دول لازم يضغط عليهم بزبت كده تحجمهم انه يضغط عليهم بشكل مباشر اول ما القرة تلقيت عن اللعب النادي لازم يكون هناك قرب على هؤلاء اللعبين علشان ما ينقلوش القرة بالشكل السريع ويبقى فيه افساد للهجمة بالنسبة يعني اخفنا هنا منهم السرعة اكتر اكيد اكيد عندهم سرعات كبيرة جدا بس لازم ان انت ما تديش فرصة ان السرعة دي تترجم عن طريق صناعة اللعب من تحت او من نصف ملعبهم بشكل او باخر فريق مؤثر بشكل كبير في طول دوري ابطال افريكا وكمان لعب مباراة ذهاب الدور نصفا ناية على نفس الملعب ملعب محمد الخامس في المملكة المغربية في كازابلانك وتفوق على الوداد المغربي بهدف نظيفه ومن ثم سايكولوجان الفريق عنده ثقة اكتر النادي الاهلي بقاله فترة ملعبش على هذا الملعب لكن هم ليسه اختفوا في البداية طب شفت ازاي بقى المطش ما بين كايزر تشيفز والوداد المغربي يعني الدروس المستفادة اللي احنا نقدر نطلع بيها من المطش دائه هي معين الوداد كان متفوق يعني على كايزر في الاول او يعني ارقامه كانت اعلى لكن كايزر تشيفز قدر ان هو يتفوق على الوداد في اخر المطش فشفت ده ازاي واحنا ازاي نقدر نترجم ده في المطش بتاكيد فكرة انه تركوا الاستحواز هما تفوقوا في المملكة واحد لشيء ثم عادوا وتفوقوا بالتلاتة في جنوب افريقيا في مباراتي الذهاب والعودة في نصف انهائي ما يغرقش الاستحواز فكرة انه ما تمسكش بخداش بالزبط لازم تترجم وده ميزة عندنا ده الاهلي شوفنا حتى يمكن في مبارات المقاصة الاخيرة في الدوري ما قبل الذهاب للمملكة المغربية فكرة انه حتى ولو تأخر الهدف انت عندك قدرة على تحويل المبارات في توقيت المثالي مع استغلال الفرص المبارات دي مش بس استغلال الفرص انصف الفرص لانه هدف وحيد ممكن يفرق بطولة من هنا الهنا فما يغرر ناشا الاستحواز السراعات بتاعتهم لازم يكونوا صحين قوي لعب نص الملعب لازم يكونوا على كفاءة عالية جدا لان زي ما قلنا محور اللعب في هذه المبارات هو نص ملعب النادي الاهلي وبإذن الله يكون فيه قدرة على التعامل مع هدين المبارات امتصاص الحماس وسرعتهم وإفساد هجماتهم مع بناء هجمة منظمة بالشكل المطلوب المرغوب فيه بالنسبة يعني اللعب على هجمات المرتدة أكتر؟ هم هلعبوا هجمات المرتدة احنا هيبقى معنا كرة بشكل أكتر لكن ازاي نخترق فكرة انه تنفذ بشكل سليم بالضبط علي معلول هيكون لي دور مهم في العرضيات وما برضو عندهم عيوب في فكرة العرضيات لكن وقعيا محمد شريف جاب هدفين في الفترة الأخيرة بالرأس لكن مش من الموجدين قوي مع الأطوال بتاعت الدفاعات بتاعتهم مش هيبقى العرضيات لها دور مؤثر كما هو الحل بالنسبة ليه كيفية الاختراق من العمق هيكون للنادي الأهلي إيه تمكن من الاختراق من العمق فرصة كبيرة جدا انه كمان القطع اللي بيعملها محمد شريف ما بين السردبكات الكرة الخبيثة الخبص الكرة وفكرة انه تحط الكرة مش متوقعة من محمد مجدي أفشا سواء بالتشيب أو أرضية وسيارة تخلص الأمور كلها طيب محمد ده يمكن مسلماني من جنوب إفريقيا وكايزر تشيفز برضو نادي جنوب إفريقيا فعاوزين نعرف هل ده لمصلحة المباراة يعني هيكون مسلماني عنده خلفية بالتكتيك اللي هيعتمد عليه كايزر تشيفز بشكل عام أو التجربة بتاعته في أفريقيا بشكل عام هتقدر تخليه يحكم المباراة من أولها ده ظهر بالفعل في مباراة تاي سانداونز في رمع نهائي وده كان واضح بشكل كبير أنه قارئ جيد للفرق الجنوب إفريقيا وحتى مش بس الفريق جنوب إفريقيا كايزر تشيفز اللي وجهه فيه أكثر من مرة كمان المديمي الفني الإسكتلاندي باكستر هو وجهه في عشر مرات وتفوق عليه في خمسة مقابل ثلاثة إذن لديه برضو من العمل السيكولوجي الأكثر كفاءة بالنسبة لبيتسو موسماني وبيتسو موسماني بيشتغل صح بيتسو موسماني دائما بيعتمد على الشغل السليم العلمي الفني الذاكي قوي وبيلعب على قدرات وإمكانيات لعبية ومن ثم بيخرج أفضل ما لديهم في فكرة تماما أنه الروح والحماس بس بالشكل المدروس مش فكرة حماسه خلاص بس عشوائية بالضبط كده فلا أعتقد أنه واضح جدا أنه بيشتغل المواجهات والخبرات السابقة مع فرق جنوب إفريقيا سواء كان سانداونز أو كازاري تشيبز وبذاتها دي المباراة لأنها مباراة واحدة بس مفيش تعويض مباراة مؤثرة بشكلها وبآخر مباراة لازم تكون في أفضل حالاتك الفنية والبدنية والذهنية الصلابة الذهنية لدينا لعبين دايما كنت بتحدث دايما في الفترة الأخيرة عن نوفاك جوجوبتش باطل العالم في علامة تنس تلاتة جران سلام عنده صلابة ذهنية حتى لو متأخر في النتيجة ومن ثم اللعبين نادل أهل يجب أن يكونوا على نفس هذه الحالة التهيئة الثايكولوجية يعني حديك تبدأ تقول إيه بقى لو لعيبة نادل أهل يتفرجوا علينا دلوقتي تقول لهم إيه بركزوا الحلم مقرب البطولة العشرة بتأكيد إنجاز كبير تاريخي وحقق تكلمنا عن معنى الجوزية 2006-2008 إن شاء الله يكون 2020-2021 بالنسبة لنادي الأهلي والوصول لكأس العالم من الآن دي مرة أخرى اسم النادي الأهلي واسمه مصر مهم ومؤثر في هذه المباراة مباراة واحدة نقدر أن نخلص فيها بإذن الله خلال التسعين دي أمشاء عايزين نروح لركلات الترجيح والمراهنة على حاجة مش محسومة طيب أنت متوقع يبقى في ركلات الترجيح أو لا لا إن شاء الله بإذن الله توقعنا يعني من الثالي ده الحاجة يعني إحنا كمشاهدين حتى بنحب نتفرج عليها في آخر أي مات شركات الترجيح بالذات بتبقى بس مش في المباراة دي المباراة فيها في طرف مصري ومباراة هائية واحدة نتمنى أن الأهلي يخلص وكمان يجيب هدف واثنين وثلاثة والفريق ده لو دخل فيها هدف مبكر هيفك ولو فك الأهلي ممكن يعمل نتيجة غير مسبوقة مع الآن ديال الجنوب الأفريقية طيب يعني ما ينفعش يبقى معنا محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي وما نسألكش عن توقعاتك للمباراة شايف إن شاء الله هيبقى الفوز للأهلي بنسبة كم خلي بالك أن قلت الفوز يعني توقعتك محدودة لا بإذن الله الفوز بالنسبة لنادل أهلي لو فحلته نتيجة المباراة نتيجة المباراة إن شاء الله 2 صفر لنادل أهلي بإذن الله 2 صفر لنادل أهلي بإذن الله مين اللي سيجلب الأهداف محمد شريف وأتمنى محمد مجدي أفشا لأنه كلما يأتي بهدف بيستحق أو بيتقل أو أصله المشكلات نحن كالعقلات العرب يعني والنصري وإنه الهداف هو اللي بيأخذ السوكسي كله أو البروبراجان لكن محمد مجدي أفشا يستحق أنه يجب أهداف لأنه يجب أن يظهر بهذا الشكل لأنه دائما بيخدم على الأداء الهجومي بشكل رائع جدا يعني شريف وأفشا بإذن الله إن شاء الله ودفاع بقى يعني حابب أنت تقول إيه للدفاع أو إحنا يعني نلعبها كيف في الدفاع في الموتش الفوآن والروآن لازم كنا يمين كويس جدا الثقة بالطبع لأن الثقة لازم تأتي من أنه أنا قادر إن أوقف مصادر الخطورة اللي عنده بدر بنون لعب من اللعبين الهديين قوي والهدوء ده مميز بشكل أو بآخر بيهدي اللعبة لموجودة على الأرض الملعب محمد الشناوي ومحمد الشناوي بعد هذه المباراة مع أكرم توفيق مع صلاح محصن مع اللعبين الأربع اللي هيكونوا موجودين أو هيسافروا مع بعض المباراة من المملكة المغربية لليابان المشاركة مع المتقب الأولمبي بإذن الله في مباراة دورة الألعاب العلمبية توكيو 2021 بمسمها 2020 مهم جدا أن يكونوا أو الدفاع يكون أمام محمد الشناوي مأمنوا مطمنوا بدر بنون عنصر مؤثر ومهم ولعب في المملكة المغربية وأول منزل المطار كان فيه استقبال بشكل مختلف هذا الدولي المغربي أعطاك الدور مهم جدا كمان ياسر براهيم أو أيمن أشرف الدورهم مؤثر أو مهم الاتنين قلبي الدفاع مع الظاهرين انطلاقتهم لازم تكون مدروسة ومحسوبة بالذات علي معلولة لأنه أدوار الهجومية رائعة جدا العرضيات مؤثرة جدا ولكن عليك بأنه لازم تكون في هذه المباراة ذات رئات ثلاثة اللي هو تطلع هجوميا لكن ترد دفاعين بشكل مثالي وسليم في التوقيت مع أكرم توفيق طبعا والقرب من أي لعب مهاري لأنه المهاريين ما يفعش تسيب لهم مساحات يعني بنتمنى النصر للنادي الأهلي ومشهول النادي الأهلي النهاردة بتكلم النصر المصر لأنه نادي بيلعب في بطولة باسم مصر بشكل عام فكل التمنيات القلبية ليبي التوفيق إن شاء الله وإحراز البطولة العشرة بنتيجة 2-0 زي ما توقع يا رب أكتر كمان إن شاء الله يعني 2-0 مقبولة الحب في التعليق الأهلي الوحش اللي غالبا اللي بيواجههم ما بينجعش أتمنى أنها هتمش حلو حلو هذا أفضل ختام ممكن نختم به فقرتنا دلوقتي أستاذ محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي بنشكرك على هذه الفقرة في صباح الخير يا مصر أشكركم جدا